أهلا بحضراتكم وراء تانية رجعنا لكم بعد الفصل ولسا مكملين معكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معكم لغاية الساعة عشر صباحا دلوقتي خلينا نروح لدينا تطمننا على حالة الأرصاد بقى بشكل مفصل شوية دينا أهلا بكي مراء تانية أهلا بكي جمانة وأهلا بكي أحمد وطبعا زي مقالنا الجو حر شوية أو فيه ارتفاع في درجات الحرارة للأسر هنقول كتير الفترة الجاية أهلا بنا قلتلكم شهر أوصص كله معنا كده يعني كله بصفة عاما يلا نبدأ مع بعض ونتابعوا مع حضراتكم نهاية الأرصاد النهاردة تتوقع أن فيه ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ورجه البحري وحارق رطب على السواحل الشمالية وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد الرطوبة هتكون مرتفعة لكن بالليل الطقس هيكون معتدل الرطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء في النهاردة شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة ممكن تكون راضية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل الجبال البحر الأحمر وده هيكون على فترات متقطعة خلونا نصعد مع حضراتكم درجات الحرارة بالتفصيل وهنبدأ من محافظة القاهرة والعظمة 41 والصغرى 28 اسكندرية 3626 مطروح 3426 سوى 41 24 بورس عيد 35 27 ضميات 34 26 الإسماعيلية 41 24 السويس 40 26 العريش 37 25 كاترين 33 20 طابة 38 25 وشارم الشيخ 27 38 27 كمان معانا الغردقة 39 28 الفيوم 41 25 بني سويف 41 25 مية 42 25 أسيود 43 26 سوهاج 43 26 قناة 43 27 الأخصر 43 28 أسوان 43 29 الودي الجديد 44 27 شارتين 41 30 وأخينا حلايب 38 32 زي ما قلنا لكم طبعاً إن درجات الحرارة النهاردة مرتفعة يليت نخلي بالنا من ساعات طبعاً إن هي الظهيرة اللي بتبقى قوية فيها الشمس نشرب كميات كبيرة من الطول اليوم ونحاول ونقفش فيه الشمس لفترات طويلة ونتجنب طبعاً وجودنا في الوقت ده بره لبيت هنرجع مرة تانية لأحمد وجمان عشان نكمل برنامج سواء خير ماصر شكراً لكي أتين